الآن نذهب مشاهدين الكرام إلى القمة الإفتراضية التي توقد لمناقشة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارية على اللقاح وجائحة كورونا وكما قال الأمين العام ما من لقاح في وجه الأزمة المناخية شكرا لك سمعنا مسؤولين ولكن عندما نتحدث عن موضوع تغير المناخ الآن هو ما الذي يجري بالفعل في الميدان الآن سوف نستمع إلى الناشطة بيئية أرشان السورنغ من قبيلة كاديا من رجا جامبور من الهند هي عضو كذلك في الفريق الإشراري الشباب للأمين العام حول تغير المناخ ولأرشان رسالتان تريد لقادة العالم أن يسمعوها اليوم بما يسمح بالفعل بتحريك عجلة العمل المناخي الطموح فلنستمع إلى أرشان أصحاب السعادة السيدة وسادة جوهار مرحبا بكم أنا أرشان السورنغ من قبيلة كاديا من الهند وفي هذه القمة عندي رسالتان لقادة العالم أولا لكي يكون العمل المناخي مستداما من المهم أن يتم احترام النظم المعرفية والرؤى الخاصة بالسكان الأصليين والمجتمعات المحلية وتعزيز هذه الأخيرة في معظم البلدان نجد أن سكان الأصليين وقاطني الغابات والمجتمعات المحلية تتهددهم مقاطر مرتبطة بنشاطات غير المشروعة والمشاريع الإنمائية التنقيبية والاستخراجية وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء جزءا أساسيا من عمليات صنع القرار والأهم من ذلك أن يتم احترام وتعزيز حقوقهم على أراضيهم وغاباتهم في إطار جهود النهوض من جائحة كوفيد-19 على الدول أن تنخرط بعمل مناخي تشاركي من دون أن تقوض حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية ومن دون أن تعمل فحسب على إنقاذ الشركات المسؤولة عن أزمة المناخ يستوجب ذلك تحولا باتجاه إعطاء الأولويات لصحة الطبيعة قبل التنمية وهذا يستوجب كذلك حوارا بين الأجيال وكذلك البعد القطاع البيني ثانيا للوصول إلى أهداف تنمية مستدامة والتزامات اتفاق باريس وأبعد منها يجب أن يكون الشباب جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار والتنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي نحن الشباب هم الذين تحملون عبء هذه الأزمة المناخية وبالتالي لابد من أن تتاح مكانات تسمح بحوارا حقيقي مع الشباب وحيز يقرب مساهمة الشباب بما في ذلك من المجتمعات المحلية في ختام هذه المداخلة أقول لكم مرة جديدة آن الأوان علينا أن نتحرك الآن أرشانا سورنغ إذن من الهند الناشطة بيئة أما الآن فنستمع إلى رئيس سابق لمؤتمر الأطراف حول المناخ قبل خمس سنوات مؤتمر الأطراف الحدي والعشرين من باريس مباشرة الرئيس إيماريال ماكرون رئيس جمهورية الفرنسية تفضل شكرا يا زينب وشكرا سعادة الأمين العام سعادة رئيس الوزراء أنتونيو وبوريس زملاء الكرام يسروني أن أراكم من باريس في ظل الظروف الحالية شكرا على دعوتي لهذا الاجتماع بعد خمس سنوات على اتفاق باريس لكي نثبت أن عملنا المشترك يستمر هذا الاتفاق إنما هو نقطة مرجعية وبداية عملنا لنا جميعا كان هذا الاتفاق تأثر بخيارات الأطراف المختلفة ولكن بقي صامدا ونحن في لحظة بلغة الأهمية اليوم بعد أن قام الرئيس المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد على رغبته وعزمه العودة إلى اتفاق باريس أقول باللغة الإنجليزية أهلا بكم وعودة حميدة لكم الأصدقاء من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الالتزام إذن كان على رغم من الخيار الأمريكي الأخير خيار الجميع للمضي قدما للعمل مع الأطراف المختلفة وأحيي حشد الجهود الأوروبية والتعاون الكبير خلال سنوات منصرمة مع الصين نحن في واقع الأمر ليس الوقت الكبير متاح لنا علينا التحرك فورا وفي واقع الأمر لكي نكون عند هذا الموعد ولم نصل إلى هذا الموعد ولكي نحضر لمؤتمر الأطراف في غلاسكو أعرف أن الزملاء في أننا كالمتحدة منخرطون بهذه الجهود وأحيي جهود بوريس جونسون علينا في واقع الأمر أن حديد مصاراً يحملنا إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 نحن بنينا على هذه النقاط بتغيرات أساسية ويجب أن ننضي في هذا الاتجاه ذكر بذلك الأمينة العامة والمتحدة حتى شهر المقبل فإن الدول التي تمثل أكثر من 65% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وحوالي 70% من الاقتصاد العالمي تكون قد التزمت بانبعاثات صفرية بحلول العام 2050 أنا أحيي الالتزامات التي قطعتها مؤخراً اليابان ومملكة المتحدة كوريا الجنوبية وحتى الصين التي التزمت قبل بداية أسابيع بالحوصول بالعام 2060 إلى الحياد الكربوني وأعرف أن رئيس شي سوف يعلن إعلانات مهمة اليوم بهذا الاتجاه أيضاً نحن الأوروبيون وقبل يومين قررنا بالفعل أن نحرك عجلة هذا المسار وذلك لكي نخفض بالنسبة 55 بالبيئة انبعاثات غازات دافئة بحلول العام 2030 وأن نلتزم جميعاً بهذا الهدف هدف 2050 أيضاً بعد ذلك كل دولة طبعاً عليها أن تصمم معالم ذلك ولكن تم الوصول إلى صفقة الخضراء والتمويل الأوروبي أيضاً متاح وسوف نمضي بهذا الاتجاه النقطة الثانية هي أنه لابد أن نعيد توجيه الأموال الخاصة والعامل لكي تتفقوا أهداف اتفاق باريس إذن مئة بالمئة من المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية هي اليوم متوائمة واتفاق باريس مع الشركاء الأوروبيين نستفيد كذلك من المصرف الأوبير الاستثمار لكي يصبح هذا المصرف مصرف المناخ في وقع الأمر وخلال بضعة أسابيع وخلال مؤتمر باريس للسلام قامت مصارف الإنمائية في القلطة العام من الوصول إلى بنية تمويلية جديدة لم يتم التصميمها في السابق من أجل ترجمة أهداف اتفاق باريس بشكل عملي وأهداف تنمية المستدامة أيضا علينا أن نسرع هذا العمل وقبل بضع دقائق في وقع الأمر كنت أجتمع مع تحالف الحياد الكربوني عام ٥٥٠ إذن جمعنا كل الأطراف المعنية بالطبع المالي وذلك من أجل تم تفعيل اتفاقي باريس رفع الكربون كذلك من الاقتصاد وصلنا إلى النتائج الأولى لهذا التحالف لا سيما ما يتعلق بأشفافية والمعايير والتحول الذي رأينا من قبل القطاعات المالية بما في ذلك المصارف المركزية وكذلك الصندوق الاستئمانية وما إليه ذكر الأمين العام للأمم المتحدة كذلك بذلك يجب أن تكون مكافحة التفاوتات في قلب جهودنا يجب أن يكون ذلك في كل البلدان ويجب أن يكون انتقالنا البيئي هذا تحولا اجتماعيا أيضا وهذا ما نحققه من خلال برنامج النهوض هنا في فرنسا والتمويل الأوروبي ولكن كل تحول يجب أن يصمم على هذا الأساس وهذا التحول حقيقي في اقتصاداتنا وفي النظم المالية يجب أن يحقق ذلك أيضا على ساحة دولية وذلك في إطار صندوق الأخضر قبل بضعة أشهر ضخينا فيه أموالا إضافية وضعفنا تمويل صندوق الأخضر من أجل المناخ فرنسا تلتزم بالوعود التي قطعت جوزنا حتى الوعد الذي قطعنا قبل خمس سنوات وخصصنا ست مليارات يورو العمل منصرم 1.6 مليار من أجل جهود التكيف بالتالي أركز اليوم على نقطتين اثنتين في ضوء هذه الالتزامات هذا المستوى من الالتزام سوف نبقي عليه في السنوات المقبلة إذن هو تقدم كبير قياسا على الالتزامات والجزء المخصص للتكيف سوف يشكل ثلث هذه المحفظة ونتفق مع ما قاله أنتونيو لأنه يجب أن نبدل المزيد في جهود التكيف مع أثار المناخ والحد منها يجب أن نثبت المسؤولية والاتساق نحن في فرنسا اتخذنا خطوات قوية لكي نلبي الالتزامات الدولية انتهاء استخدام الفحم في المحطات الأساسية وكل المشاريع التي لا تتفقوا بهذه الخطة خطوات بالفعل الأساسية في التدفئة في التنقل والاستثمار الكبير في هذا التغير أما خطة النهود وهذا ما ذكره الأمين العام وكذا رئيس الوزراء بوريس جونسون إذن خطة النهود من جائحة كورونا وخطة نهود خضراء تسمح كذلك بالتحول على مستوى التدفئة وغير من الجوار في الأسابيع المقبلة أيضا سوف نصدر قانونا بيئيا جديدا وهو جوار ما قام به عدد من المواطنين في وقع الأمر لأنهم اقترحوا حلولا ملموسة تسمحوا بهذا التحول في اقتصادنا العمل مقبل لن تطاح أي ضمانة فرنسية للمواد من البيترو كيميائيات الثقيلة وهذا ما سينصحب كذلك على جهود التنقيب يجب أن ندرج إذن هذا البعد البيئي في مشاريعنا الجديدة بما في ذلك الغاء تدريجي للدعمات التي يستفاد منها في بعض الوقود المحترقة وبالتالي هذا ما يتوقع أيضا من الدول الأخرى هذا ما نفعله في فرنسا من خطوات وهذا ما سوف نتوقع أن نرى أيضا بأوروبا ترجمة نانسا من فرنسا